السلام عليكم ازايكم يا ده كانت رعساكم بخير ان شاء الله انا زمالتكم صراحة حسنية ودلوقتي ان شاء الله هنكمل مع بعض الجزء اللي ما تشرحش في فيزيكا رفل كلية احنا كنا بنتكلم في الشابتر وعرفنا اسباب السيل انجري ايه والميكانيزم بتاعها والافكتس بتاعتها بتعتمد على ايه ثم الافكتس دي بتشمل ايه ولنقور حاجة الادابتيشن وقطلة بحثا وتكلمنا عن الريفيرزابل سيل انجري تحديدا منها هنعيد الريفيرزابل سيل انجري سريعا وندخل بعدها على الريفيرزابل سيل انجري تمام طيب بسم الله الرحمن الرحيم قلنا في الريفيرزابل سيل انجري اهم حاجة ان النواية بتفضل سليمة تمام ليه عشان هو ريفيرزابل فبالتالي هيرجع تاني ممكن رجعه تاني طبيعي لو وقفنا الانجري اما في الريفيرزابل الريفيرزابل ده بلا عودة فبالتالي النواية اتضربت النواية ميتت نفتكرها بايه بمرض واشوشني هنا هو واقفة هوت وعينه باينة هنقول ان عينه دي هي النيوكيز فبالتالي هو آآ مارض واشوشني هنا غمض عينين واقع مات يعني غمض عينين دوا بتاعته حصلت فيها مشكلة فوقع على الارض مات فده قال ايه عشان نفتكر بس طيب آآ قلنا انه بيشمل ثلاث حاجات اول حاجة ده اللي اتكلمنا عليه في الكلية شبهناه بالبلونة نساء الله تكونوا فاكرين يعني آآ وتاني حاجة هيدروبك دي جنريشن واخيرا فاتي تشينجس او استياتوزس طيب الارفيرزابولسين انجلي بيشمل حاجتين قلنا ايرفيرزابول ده يعني ديس فالخليه هتموت بحاجة من اتنين اما نكروزس او ابوبتوزس تعالوا بقى نعيد الكلاودس ويرينج سريعا وبعدين نتكلم على البقين قلنا ان الكلاودس ويرينج ده بلونة اتملت مية تمام فهو ريفيرزابولسين انجلي بيتميز بايه بميلد انترا سيرول روتر اكيمليشن كمية قليلة من المية دخلت ترقمت جوه الخلية طيب اسبابها ايه ميلد انجلي او انجلي اوف شورت ديوريشن قعدت مدة قليلة او ان الانجلي نفسه خفيف لانه هو ايه ريفيرزابول فبالتالي هيرجع تاني طيب الباثوجينسز قلنا انه هو بيتم بطريقتين وقتلناه باحسن برضو في الكلية قلنا اهم سبب بيعمل انجلي اصلا هي مين هو الهايبوكسية فبالتالي الهايبوكسية نقص الاكسوجن ده هيعمل لي انهيبشن ليا الأكسيدات الفوس فوروليشن اذا انا عندي ايتي بي غوليل تمام عندي ايتي بي غوليل طيب على السلمنبرين بتاع الخليئة من برا في حاجة اسمها سوديم كتا يتي بل بتشتغل بالاتي بي الاتي بي بتاعي قال اذا السوديم كتا يتي بيز بامب دي مش هتستغل بشكل كويس انا عندي بره سوديم كتير وجوه بوتاسيام كتير طيب السوديم بقى هيبدأ يدخل جوه المفروض في الطبيعي انه لما بيدخل جوه بتيجي السوديم بوتاسيام ايتي بيز بامب دي تجيبه من قفة وترجعه بره تاني تأمل لو انت رايح فين ده مش مكانك تفضل يلا بره طيب في حالي بقى ان السوديم بوتاسيام ايتي بيز بامب بحصل فيها مشكلة او هي مش قادرة تقدم كفاءة عالية بسبب ان الاتي بي اللي عندها قليلة فالسوديم هيدخل هيفضل داخل داخل ما هي وكلام غير بواب بقى محدش هيحسبه طيب فين المشكلة لما السوديم يدخل ما هو المشكلة ان السوديم مش بيدخل جوه لوحده ومال بيعمل ايه بياخد في ايده المية وهو داخل تمام فبالتالي هيتراكم عندي كمية كبيرة من المية جوه الخلية تعملي حاجة اسمها ايه كلاودس فلينكي مش كمية كبيرة بقى ميلد أم مونت كمية محدود يعني بس هتتراكم كمية من المية والكمية اللي هتتراكم دي مش طبيعية حلو زمام طيب على الجانب الآخر الخلية المفروض انها ما عندهاش طاقة صح الاتي بي بتاعتها قليلة فاحنا عايزين نعوض الطاقة دي عايزين نعوضها عايزين نجيب ااتي بي فهنعمل انيوروبك اكسيديشن يعني ايه يعني هنعمل تنفس لهوائي هنجيب ااتي بي في عدم موجود الاكسيجن واحنا عارفين ان العملية دي بيتراكم منها ايه لاكتيت او لاكتيك اسد فاللاكتيك اسد ده لما هيتراكم جوه الخلية هيعمل ايه هيزود لي الاوزمولاريتي اللي هي الضغط الاسموزي طيب الضغط الاسموزي عمال يزيد جوه الخلية عمال يزيد وبره قليل فبالتالي اللي هيحصل اللي هيحصل ان جوه الخلية هيسحب مية من بره الخلية تمام يبقى الباثلجيست او الميكانيزم تم بطريقتين والطريقتين دول نتجه عندي ان احنا دخلنا مياه جوه الخليج طيب قلنا الـ pathological features الـ organ اللي بيتأثر اه اشهر الـ organs اللي بتتأثر يعني هما الـ liver والكبني والـ heart تمام الـ growth picture انتو اللي وصفتوها بنفسكو في الكلية لما جبت لكم البلونة قلت لكم البلونة لو هقولي الـ organ اخباره ايه قلت لي swollen طيب الـ consistency قلت لي soft لونها بقى باهت بقى pale الـ outer surface لما هنجي نلمسها من بره هنلاقيها smooth الـ borders الـ around و الـ cut surface لو جيتها قطاعها هلاقي انها بتبز لبرا فبنقول عليها pulging وهنلاقي المياه تطلع في الشنل كده فبنقول عليها ايه كلاودي علشان نفتكر الكلاودي سورينج زي ما قلت لكم هاتوا باللونة وملوها شوية مياه وعودوا وصفوها حلو الـ microscopic picture الخلايا بقى تسورين الـ cytoplasma بقى granular الـ nucleus طبيعية لسه نورمال لانه هو reversible cell injury وفي كل الـ reversible cell injuries اللي هنتكلم عنها الـ nucleus تبقى normal طيب بما ان الخلايا عمالة بتكبر بتكبر فدي هتضغط على ايه هتضغط على الـ capillaries اللي معاها فالـ capillaries بتاعتي هتبقى ايه compressed هتبقى مضغوطة طيب ايه موصير الكلاودي سورينج ده؟ احنا قلنا ان هو reversible بس ده في حالة ان الـ injury يقف طبله والـ injury موقفش يفضل مستمر ده ممكن يتطور بعد جده ويعمل لي حاجة اسمها هايدروبيك سورينج او نيكروز الـ hydropical swelling ده وبرده الحمد لله هو reversible فبالتالي ممكن يرجع طبيعي تاني اما النكروز ده irreversible وهتكلم عنهم بالتفاصيل ده طيب بسم الله الـ hydropical swelling بقى الـ hydropical swelling برضه reversible وبيتميز بـ inter-cellular water accumulation ولكن الفكرة هنا انه في الـ cloud swelling كانت mild amount اما في الـ hydropical change فهي excess amount او severe amount طيب اذا الوقت لو ترك المياه عندي جوه الخلية هتعملي حاجة من اثنين اما هتعمل cloud swelling لو كانت كمية المياه ده mild او قليلة او هتعملي hydropical change او hydropical degeneration فحيث ان كمية المياه ده excess تمام تمام ويتشمير place the wall كمية المياه الكتير اللي هتدخل جوه الخلية ده ممكن تستبدل السيتوبلازم كله مفيش سيتوبلازم كله بقى مياه طيب الاسباب والـ pathogenesis شبح cloud swelling بالضبط فلا داعي للاعادة يعني growth picture برضو شبه cloud swelling بالضبط ولكن الفرق ان كمية المياه اللي ترقمت جوه الخلية بقت اكتر تمام المايكروسكوب بيكتر برضو شبه cloud swelling الخلائنة بسبب تبقى swollen السيتوبلازم بيبقى بال بيبقى باهت ويبقى multiple small vacuoles الـ nucleus طبعا طبعية لو الـ nucleus مش طبعية يبقى ده هيبقى طيب عايتين بقى نشوف او امثالة على قلنا اول حاجة ان يحصل epidermal cells in burnis او حالات الارتكارية لما انت بتتحرق مثلا فخلايا الجلد بتاعتك بتبدأ تطلع ايه بتبدأ تطلع حاجة على الجلد كده وبقى جواها سائل تتسمى بربقة او في ناس بيسميها حاجات تانية مش عارفة بيسموا ايه المهم يعني تبقى عاملة زي الحباية بس تبقى منفوخة عنها كده مش حباية نقول يعني شبهة وبقى فيها سائل جوا تمام؟ ده مثال على hydropic change عادي خالص ولكن انه حصل حاجة نعمل موبايل ام تمام يبقى قلنا اول مثال ليه hydropic change او hydropic degeneration ال epidermal cells او الخلايا اللي موجودة عندي في الجلد في حالات ايه؟ في حالات الحروق او حالات الارتكارية الارتكارية ده اسمه ورد جلدي طيب ممكن يحصل hydropic degeneration في ايه تاني؟ لو فيه مثلا viral infection بيعمل لي حاجة اسمها باللوننج degeneration of liver cells in viral hepatitis طيب ال viral hepatitis ده التهاب اسمه التهاب الكبد الوباي او التهاب الكبد الفيروسي بيحصل inflammation في الكبد بسبب ان انت اتعرضت ال infection به فيروس معين فالكبد ده بيتنفخ فبيتنفخ فاحنا شبهنا بالبلونة حتى اسم المرض ايه؟ infectious balloning degeneration طيب ايه الحالات التانية اللي ممكن يحصل فيها hydropic degeneration ال beta cells اللي موجودة في islets of longer hands اللي موجودة في اين؟ في البانكرياس في المراحل الاولانية من مرض السكر اللي هو اسمه diabetes mellitus خلص خلصنا ال hydropic degeneration قلنا ما يفرقه عن cloud souring انه كمية المياه المترصبه جوه قد ايه؟ كتير تمام؟ وضربنا امثلة عن hydropic degeneration ندخل بقى على وهنا مش هيتراكم مياه جوه الخلايا لا ده هيتراكم neutral fat هيتراكم دهون فال fatty changes عبارة عن reversible cell injury بيتميز ب accumulation of neutral fat in parenchematous cells الخلايا دي بيتراكم فيها ايه؟ بيتراكم فيها ضهون طيب الاسباب هي هي نفس الاسباب بتاعة السيل انجري العادية اللي احنا قلناها في الاول خالص بس قلناها في كلها يعني وفي اسباب تانية خاصة شوية بالليفر تعالوا ان نقراهم اول حاجة الhypoxية قلنا الhypoxية ده اصلا المينكوز في اي مكان تانية حاجة بكتيريال توكسن او انو يكون فيه chemical agents مثل الالكحول مثلا لو حد بيشرب ايه؟ بيشرب خمور جماعة بلايش حد يشرب خمور ولا يشرب سجائر بلايكو بلايكو وممكن chemical agents ثانية غير الالكحول مثل الفوسفورس او الكربون التراكلورايد اللي هو المواد دي بتعمل ايه؟ بتعمل طيب بقول لي بقى بسبب اهمية في عملية الفات ميتابليزم فالفاتد change بيحصل في الليفور بسبب اسباب تانية غير الاسباب اللي قلناها دي يبقى دلوقتي الاسباب اللي فوق دي في كل الارجنز ان يحصل فيها فاتد تشينج لو فيه hypoxيا لو فيه بكتيريال توكسنز ولو فيه chemical agents في بقى حاجات تانية specific للليفور ايه؟ هنشوفها دلوقتي اه اول حاجة ان يكون فيه كمية كبيرة من الفات جاية ليه الليفور سيلز طيب لو فيه كمية كبيرة من الفات جاية للليفور ايه هتيجي في حالات ايه؟ في حاجة من اتنين اما ان انت انسان سوري يعني في اللفظ مفجوع فبالتالي عمل تاكل دهون وكربوهايدرات كتير فبتاكل دهون وكربوهايدرات كتير اذا فالدهون اللي هتيجي للليفور عشان تتكسر هتبقى كتير فانت دخلت دهون كتير جوه الليفور فبالتالي هتتراكم الدهون دي جوه الليفور اصلا هتوديها فين؟ او في حالات السترفيشن المجاعات بس مش دي عكس دي او دي عكس دي طيب ليه بقى في المجاعات اللي هو الاسترفيشن بيدي كمية تفات كتير للليفور لان انت في المجاعات المفروض ان انت مش بتاكل صح؟ مش بتاكل فبالتالي الكمية مفيش كربوهايدرات داخل لجسمك عشان يتاكسد طيب لما مفيش كربوهايدرات داخل لجسم يتاكسد كده الانسان محتاج طاقة هيجيبها منين تاني مصدر هو الفات فهيبدأ الجسم ان هو يروح يجيب الدهون اللي موجودة في الجسم ويكسرها ويروح محاولها ليه فاتي اسد واجليسرول والفاتي اسد دوت المفروض ان هو ياما هيتاكسد ياما هيروح فين؟ ياما هيروح يترصب في الليفور وطبعا كل ما بنجيب كمية اكتر كل ما كمية الفات اللي رايحة للليفور اكتر وده بيعرض الليفور اكتر ان هو يحصل في ايه؟ يحصل فيه فاتي تشينج او استياتوزيس فيه برضه امراض بتصيب الليفور سيلز زي الفيرل هيبوتايتس سي دي ممكن تعمل فاتي تشينج او ان يحصل فيه ديفيشن سي للايبوتروبيك فكتورز زي الكولين والميسيونين دي فكتورز بتساعد يعني في عملية تكسير الدهون لو حصل فيهم مشكلة هيترقم الفات جوه الليفور او في حالات الالكوحول والالكوحول ده بقى بلوة ليه؟ لان هو بيزود الفات في الليفور بشتى الطرق الممكنة انت ممكن تزود الفات في الليفور إزاي؟ انه أولا ممكن تزود افراز الفاتي أسد صح؟ وممكن تقلل الفاتي أسد أكسيداتيشن وممكن تزود عملية اللايبوليسد والفت ميتابوليزم فبالتالي هاتزود الليفور يبق Иنا عندي تلات طرق اما هزود الافراز اما همنع التكسير اما هعمل اللايبوليسات احرر الفاتي أسد كتير التلات طرقalie هم الى ممكن تزود بهم الفات في أي أورجن الألكوحولزم بيعمل الثلاث أشياء دول عشان يزود بهم الفات جوه الليفر مجرم عرفتنا خلاص الأسباب اللي بتعمل نشوف بقى الـ أول حاجة يعني يعني السل انجري اللي بيحصل ده بيحصل بسبب الهايبوكسي أو بيحصل بسبب التوكسنز السل انجري ده بيروح يدمر الانزيم اكتيبتي فبالتالي الانزيم مش هيقدر يعمل الفات صح إذن هو مش هيعرف يكسر الفات اللي هو أنتج جوه الانجري دي سيلز طيب إحنا مش عارفين نكسر الفات هنعمل في إيه هنودي فين مش هنودي في حسة هيتراكم جوه الخلايا تمام يبقى البطل جيسد حاجة بسطة خالص السل انجري اللي حصل بتاعي هيضمر الانزيم زيلي المفروض تكسر الفات مش هكسر الفات هيتراكم هوادي فين مش تودي في حت طيب الجروس بيكتش ربقة بتاعت الفات بيقول لن الورجان اللي بيتأثر ده هنتخيل ان احنا ماسكين في ادينا حتة دهنة مثلا او او حتة دهنة من اللي تقام موجودة في اللحمة دي تمام ونحاول ننطفها اولا حجمها بيبقى الحد مكبير طيب الكونزيستنسي بتبقى صوفت عمرك شفت دهون جندة ما فيش دهون جندة الاوترسيرفز بيبقى سموث لونها بيبقى يلو بيبقى أصفر باهت البوردرز بتاعتها تبقى روندد وبردو زي ما باين قدامكم في الصورة تمام طيب الكابسول بتاعها بيبقى تنس يعني ايه تنس يعني بيبقى مشدود عارف انت لما حد يعني يعني عذرا في التشبيه بس هو ده اللي بيحصل لما حد يكون مثلا سمين شوية وعنده كرش فبالتالي هو بيقفل الزرار القميس من بره بالعافية فالقميس بتاعه مشدود على جسمه فده اللي بنقول عليه تنس فالكابسول بقى بتاع الأورجن اللي حاصل فيه بيبقى كده بيبقى تنس الكادسيرفز بيبقى بلشنج وبيبقى جريسي بلشنج احنا قولنا ايه مدهنين طيب الميكروسكوب بيكتشر بقى بيقولين الخلايا دي بتظهر اسولين وبيقى فيها سايتوبلازميك فاكيولز اللي بتبقى موجودة دي الدهون الدهون بتاعتي اللي موجودة جوه الخلية المفروض ان انا بشوفها تحت الميكروسكوب بعد ما صبغها واخدنا في الهيستو ان احنا بنصبغ باشهر صبغة عندنا الهمتوكسلين والايوثين وفي الطريقة بتاع التحضير بتاعتي كنا بنحط الحاجة اللي هنشوفه تحت الميكروسكوب دي في الزيلول او الزيلين الفات اللي احنا عايزين نشوفه ده بقى بيدوب في الزيلول فبالتاله هيظهر عندك فاكيولز اللي هي دي هتحس ان الفاكيولز دي فاضية تمام وشايف النيوكليس النيوكليس متخرة برا هي الخلية عاملة كده الفات فده اللي يتراكم جوه الخلية جوه الخلية فمن كنت تراكمه زق النيوكليس لبرا فالنيوكليس بقت هنا طيب الفات راح فين دب في الزيلول فطلع عندي الشكل ده ذاكيول مفرغة ونيوكليس على الحرف فسميناه ايه سميناه سيجنت رينج أبيرانس لان هو عامل شبه الخاتم طيب بيقول لي ايه بيقول لي الفات جلوبيول الفات جلوبيول زي تكونت بتبدأ انها تتحد مع بعضها فتعمل لي ايه تعمل لي جلوبيول كبيرة والجلوبيول دي هي اللي بتخلي نيوكليس بتدفعها ناحية السلم برينج كده زي ما قلنا بتبقى بره فبتدين شكل ايه سيجنت رينج أبيرانس طيب احنا ممكن نصبغ غلفات بايه تاني علشان ما يضبش ممكن نصبغه بسبغتين سودان سري او أزميك أسد طيب الوان هم ايه بص يا سيد معروفة عن اهل السودان ان هم بشرتهم بتبقى سمرة صح او هنبدل بقى ازاي يعني سودان سري مش هتصبغ الفات بالأصمر لا هتصبغه باللون الأورنج تمام؟ اللون الأصمر هيروح للأزميك أسد يبقى الفات هنصبغه بحاجة من اتنين يا اما سودان سري وده هيدديني لون أورنج او الأزميك أسد وده هيدديني لون بلاك طيب ايه اشهر أورجنز تتأثر بعملية الفاتي تشينج دي هو الليفر والكيدني والهارت تمام؟ ممكن يبقى ديفيوز او باتشي يعني ايه ديفيوز؟ يعني واخد الارجن كله الارجن كله حصل فيه الارجن كله حصل فيه سياتوتس ترسب فيه دهون او ان هو يبقى باتشي يعني ايه باتشي؟ يعني يكون واخد حتة واحدة بس من الارجن واخد بطش كده من الارجن تمام؟ طيب كده احنا خلصنا الـ 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 نقول من دين احنا عايزين نتكلم دلوقتي عن الـ 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 بتحديد سكة يوح جد واناً الـ الـ مدرسة مدرسة نكروزيس او الخلايا تنتحر بنفسها فده بنسميه ابوبتوزيس لما الخلايا هتنتحر شرطة الجسم اللي مش هتسكت هتتجمع وتعمل нения بها شرطة الجسم اللي هم خلايا الامفراميشان فبالتالي هناستنتج ان كروزيس ده بيكون فيه انفراميشان تمام؟ على عكس الابوبتوزيس خلاص الخلايا هي اللي انتحرت يلقى مع السلامة واشد الابوروك فبالتالي الابوبتوزيس ويكونش في ايه ما بيكونش فيه تعالوا بقى نتكلم عن كل واحدة فيهم بالتفصيل دلوقتي انت بتقولين ان الخلية تتقتل صح او طب نسيب الخلية في حالها لا احنا مش نسيبها في حالها هنجي في الباصولوجي ونشوف ايه التغيرات اللي بتحصل في الخلية بعد ما بتموت تمام تمام هنشوف الكريكاتير دوت يحاول يوضح لنا شوية وبعد كده نتكلم عن النكروز اول حاجة انه النكروز ده دايما بيبقى باصولوجي مفيش خلية هتتقتل كده للولو الوطن لا لازم يكون فيه سبب ممرض ادى الموت الخلية دي طيب هي هتموت ازاي اول حاجة الخلية دي بتبدأ تكبر بيبدأ يحصل لها تمام بعد كده الممبرين بتاعها بيفقد الانتجريتي بتاعته طيب لما فقد الانتجريتي بيتطريق المكونات اللي موجودة جوه ابتدت تتصرب ابتدت تهرب منه تمام فبالتالي اللي هيحصل شرطة الجسم هتيجي اللي هم خلايا الانفلاميشن هايجوا يتلموا حوالين الخلية دي عشان يقتلوها تمام فيعملولي ايه انفلاميشن فالانفلاميشن ده هينتج عنده نيوكلير دي جنريشن يعني ايه يعني النواية هتتضمر دمرت النواية خلاص مفيش خلية الخلية ماتت تعالوا بقى نشوف منهجنا بيقول ايه بيقول ان النكروز ده تعبارة عن المورفولوجيكال اتشينجز او التغيرات اللي بتتبع موت عدد من الخلايا تمام جوه جسم الانسان العادي ام حيك جوه جسم الانسان اللي هو عايش في اللي فينج بادي انه لو انسان مات خلاص احنا هنتفره هنسوف التغيرات اللي بتحصل وليه مش هاشوخ تمام النكروز ده بيقول انه هو اما بيحصل بشكل مباشر او بيكون تابع لي ريفيرزابولسير انجري انه حصل ريفيرزابولسير انجري وانت موقفتش الانجري فبالتالي حصل لها وعملتلي نكروز طيب اسبابها ايه نكروز سينج Forex Injury of long duration C finde damage toucendo the nucleus and the cell death يعني هما الاتنين سواق كان سفير injury أو injury Of long duration هايضمرو لي الخلية ولا يضمرو لي كمان النيوكليوس فLadm orangina لما الخلية تعرف انها كلهاってموت والله ما احنا كنا نينوت كده كده ما علينا طيب نشوف الhyver Continuous بقى بتاع النكروزيس اول حاجة زي ما قلنا من الكاريكاتين اللي شاهدتها من شوية ان السيل ممبرين بيتضمر بيحصل ديستراكشن ليه السيل ممبرين وبيبدأ ان هو يطلع بروتيوليتك انزيم زي ما اسمها الليتك يعني هتكسر فبالتالي اللي هينتوا جاندي بعد كده الممبرين بتاعي حصل في ايه؟ اتكسر فهيبدأ يدخل كالسيوم من برا الجوة ما هو ما فيش حاجة توقفه فهيزيد الانتراسيلر كالسيوم تمام؟ الكالسيوم اما يدخل جوة الخلية مش هيقعد ساكت لأ هيروح يحفز شوية انزيمز والانزيمز دي برضو هتيجي تكسر هيحفز مثلا الفوسفولايبيز والفوسفولايبيز ده هيكسر الفوسفوليبيد واحنا عارفين ان السيل ممبرين اصلا عبارة عن ايه؟ عبارة عن فوسفوليبيد باي لاير فبالتالي هيكسر لي السيل ممبرين هيروح كمان ينصد البروتياز انزيم اللي هيروح يكسر البروتياز وهيحفز الاتي بايز انزيم برضو ويحفز الاندو نيوكلياز وده بقى هيروح يدمر الكروماتين وهيدمر النيوكلياز تماما خلاص الخلية كده ماتت ولا راجعة في ذلك نشوف بقى الجروس بيكتشر فوسفولايبيد ده اورجان حاصل فيه نيكروزيز دي الحتة اللي حاصل فيها نيكروزيز المثلاثة دي بيقولي ان النيكروزيز زي ما احنا شايفين هو ظاهر لونه ايه لونه اصفر واصفر معتم فالنيكروزيز بيكون اوباك يلو وممكن في حالات تانية يكون ويتش يلو تمام بيكون اوباك يلو او اوباك يلو او اوباك ويت تمام طيب السيرووندينج ستركتر احنا اتكلمنا عنه اللي حواليه اخبارهم ايه اللي حواليه احنا شايفينه لونهم ايه لونهم احمر طب ليه لونهم احمر عشان فيه انفلاميشن مين اللي هينقل خلايا الانفلاميشن للمكان اللي حصل فيه الدم فهيكون فيه دم كتير جاي في المكان ده فيعمل لي حاجه اسمه انفلامياتري هاي بريميا وهو اللي هيخد الارجان ظاهر باللون الاحمر تمام تعالوا نكبر شوية ونشوف النيوكلياس نفسها حصل فيها حصل فيها ثلاث حاجات اغنيهم معي بيكنوزيس كاريوريسيس كاريولايسيس افضل عيادتهم كتير مع نفسك عشان مهمين بيكنوزيس كاريوريسيس كاريولايسيس بيكنوزيس يعني ايه الخلية هتنكمش هيحصلها شرينكج طب هي بالتالي النيوكليس قصدي هي لا تنكمش لما تنكمش لونها هيبقى غامق هيبقى والكروماتين بتاعها هيتجمع على بعضه فهيبقى طيب افتكر ازاي ان البيكنوزيس ده شرينكج هقولكم تسكيمة هي سخيفة شوية بس ما عليش استحملوني انت لما بيجي حد يخدك بيقولك مثلا بيخ فانت لما بتتخدها تنكمش على نفسك كده وتخاف صح؟ اللي افترد فالنيوكليس فانت لما نيجي نخد احنا نقولها بيك نوزيس فالنيوكليس قصدي هتخاف فهتنكمش على نفسها فيحصلها شرينكج ما علينا ان شاء الله تفكروها طيب تاني حاجة بتحصل في النيوكليس هي الكاريوريسس وفي الكاريوريسس النيوكليس بتبدأ انها تتكسر كاريو اصلا يعني نيوكليس وريكسس دي معناها تكسير فبالتالي هيحصل ايه؟ الخلييا هتتكسر لا تتدوب هيحصلة لنيوكليس فبالتالي يعني تكسير وكاريو دي يعني نيوكليس فبالتالي هنا بقة الخاليه حصل فيها ايه؟ مش بس هتتكسر لا ستتكسر لا ستتدوب سنبقى نصبغها ماذا وانتج عنه كروماطينهيدروليسس الكروماطين هيتكسر النيوكليس هتكسر خلاص مفيش نيوكليس مفيش خلية الخلية ماتت خلاص اتكلمنا كده عن التغيرات اللي حصلت في النيوكليس قلنا يحصل ايه؟ مغنيا مع بعض بتنوز سكاريوريس سكاريولايسيس طيب السيتو بلازمي تشينج بقى هيحصل حاجة اسمها سيتوميجالي يعني ايه؟ ميجالي دي يعني تضخم وسيتو جاي من سيتو بلازم فسيتوميجالي هيحصل تضخم في السيتو بلازم لماذا؟ لان الخلية صحولة الخلية احنا قلنا ان هياصيome فيها انه يكون السيتو بلازم هيكبر تمام? هيحصل حاجة اسمها سيتو بلازميج اذينا فيليا احنا عارفين ان السيتوبلازم بتاعنا بيبقى بيزوفيلك صح؟ بيبقى بيزوفيلك طيب دلوقتي الاورجانيلز بتاعته اصلا اتدمرت ما عنديش اورجانيلز فمين هيخليه بيزوفيلك؟ فيش حاجة هتخليه بيزوفيلك فخلاص هيتقمص ويبقى الزينوفيلك السلممبرين هيبقى اندستينكت مش هبقى عارف احدده السلممبرين نفسه بتدى يتكسر احنا انت نزيت لما قلتلك ان الكالسيوم لما دخل جوه ابتدى ينشط اللايبو بروتينيز وقلنا الفوسفولايباز قصدي السلممبرين بقى ان السلممبرين عبارة عن فوسفوليبت بايلير فالفوسفولايباز ده هيكسر الفوسفوليبت بتاع السلممبرين فانا مش هبقى قادر هحدد السلممبرين خلاص مفيش سلممبرين مفيش خلية مفيش نيوكليس الخلية ماتت طيب انا عندي كم نوع من انواع النكروزس عندي ستة انواع للنكروزس هنشبههم بالبيضة بيضة او هنشبهها بالبيضة وده كانت تشبيه دكتور فيصل بالمناسبة احد اعلام البسولوجي المهم البيضة احنا علشان نسلقها هنتصرب فيها ازاي بحاجة من ثلاثة اما ان احنا نسلقها او ممكن نعملها عاجة او ممكن نقليها ولو قليناها ممكن نحط عليها جبنة ممكن نقليها ونحط عليها زبدة وممكن نقليها ونحط عليها بسترمة او ممكن نكسر البيضة دي ونسيبها مع نفسها ولما نسيبها مع نفسها ممكن تعفن صح؟ صح النكروزس هيحصل في كده الخلية هنعتبر ان هي البيضة والبيضة قلنا ان احنا قتلناها بطريقة من ستة الخلية برضو هنقتلها بطريقة من ستة اول حاجة لو احنا سلقنا البيضة دي هتبقى ايه؟ دي هتبقى كواجلة نكروزس وهنعرف لي دلوقتي بس افتكروا معايا بس ماشي؟ طيب لو احنا عملناها عاجة هتبقى الكوفاكتب نكروزس طيب لو سلقناها وحطينا عليها جبنة هتبقى كازيشن او كازيس نكروزس لو سلقناها وحطينا عليها زبدة هتبقى فات نكروزس ولو سلقناها وحطينا عليها باسترمة هتبقى فابرينويد نكروزس ولو كسرناها هتبقى همراجج نكروزس وممكن نسيبها تعفن وتتحول الى جانجرينيوس نكروزس تعالوا بقى نشوف الكلام ده وليه بشبهها بالبيضة اول حاجة معايا هي الكواجلاتف نكروزس كواجيوليشن هيحصل كواجيوليشن هيحصل ايه؟ انه البروتينيات اللي جوه الخلية هتتجمد طيب نشوف الاول هي بتحصل بسبب ايه؟ بتحصل بسبب صادين كوتوف بلوت صابلوي تمام؟ الدم اتقطع فجأة عن الخلية والحالات دي بتحصل في حالات الموت الخلية الخلية ماتت بس الخلية ايه؟ مقفولة الخلية بتاعتي مقفولة و هي مقفولة جوهة الت중에 States blood blood brain حصلها كواجيوليشن و ماتت زي البيضة بالزبط لما باج اسلقها البيضة لما بج اسلقها بتحصل مقفولة صح؟ ولكن البروتينيات اللي جوه بتاعتها تتجمد الجميلة اللي حصل لها Coagulation نركز بس ان في ان ال Coagulative Necrosis ده بيحصل معها حالات Infarction كلها معدى Brain Infarction معدى Brain Spinal Cord Infarction او اللي بنقول عليهم CNS Infarction دي هنسميها حاجة تانية وهنعرف ليه هنسميها حاجة تانية طيب Microscopicary ال Coagulative Necrosis بتبقى اخبارها ايه ال DETش اللي هو مادة بيظهر هو مجنس بيبقى شبه بعضه و Structuralist و Pink اهو الجزء ده كله حاصل فيه نكروزز شايفينه شبه بعضه مفيش تركيبات باينة فيه هو انا شايف لون Pink تمام ده النوعية الاول النور التاني بقى وهو L-Equive Necrosis انا قلتلك من شوية انه Coagulative Necrosis ده بيحصل مع Infarction كله معدى Infarction اللي بيصيب Brain وال Spinal Cord او اللي بنقول عليه SNS تمام بيبقى اسمه ايه بقى بيبقى اسمه L-Equive Necrosis طيب لما جنا نشبهها بالبيضة قلنا ان دي بيضة وعملناها عجة ليه بقى بيضة وعملناها عجة وليه ما سميتش Infarction هنا هو كمان Coagulative Necrosis بص يا عام هو Coagulative Necrosis عشان حصل Coaggression للبروتين اللي جوه طيب هل Brain جوه بروتين البرين جوه سوائل كتير فعشان السوائل اللي موجودة جوه دي بقى اسمه Liquifactive Necrosis Liqui جاى من Liquid مسال او يسيل تمام فهو Liquifactive Necrosis طيب البيضة لما بنكسرها بنفضل نضربها كده مع بعضها عشان نحطها على البطاطس عشان نعمل بيها عجة بتبقى مسالة برضو فعشان كده شبهناها بالبيضة لما عملناها عجة Liquifactive Necrosis نرى بقى الكلام ده Liquifactive Necrosis تعبارة عن Infarction بيصيب البرين والSpinal Cord تمام Liquifaction بيحصل إسالة لإيه للبرين والSpinal Cord نتيجة انه هما فيهم لبد وفلود كتير في لبد وفلود كتير موجودين في النيرفاستشو فبالتالي Infarction بتاعهم بيبقى اسمه إيه بيبقى اسمه Liquifaction كمان ممكن يحصل مع حاجة تانية غير البرين Infarction او ممكن يحصل مع Pyogenic Apsis لو تكون خراجة عندي جوه الجسم بسبب بكتيريا Central Necrotic Core بتبقى Liquifide اللي هو الجزء اللي في النص ده لو انت شفت اي خراج بتلاقي ان القور او الجزء بتاعه اللي جوه ده مسائل بيبقى فيه سائل لما تيجي تفتح أبسس عشان تتخرره بتلاقي اللي خارج منه ايه سوائل فالجزء اللي في النص ده بيبقى ايه Liquifide بيبقى مسائل ليه بقى بيبقى مسائل سألت نفسك قبل كده على فكرة من شكلها او من اسمها يعني استنبطوا لفظ Cassius Necrosis فعشانا نبقى نفتك ولما كنا بنشبه النكروس بالبيضة قلنا ان Cassius Necrosis ده بيضة احنا قلناها وحطينا عليها جبنة تمام هي شكلها اصلا شبه الجبنة سألت نشوف بيقول عليها ايه بيقول ان Cassius Necrosis ده بيتبع حدوث عملية Partial أو Slow Liquifaction يبقى لو حصل Partial أو Slow Liquifaction ده هيعمل ايه هيعمل Cassius Necrosis تمام اما لو حصل لكوفاكشن كامل فده ايه ده Liquifactive Necrosis طيب بيقول ان Cassius Necrosis ده بيحصل بسبب Antigen Antibody Reaction لياه لان Cassius Necrosis اللي بيحصل ده لما بيجي Antigen و Antibody يتخلقوا مع بعض ده بيعمل نكروزيس جوه الخلية النكروز ده بنسميه Cassius Necrosis طيب هو بيحصل بقى في حالات ايه الكازيشن ده بيحصل مع TB مع مرض الستول ومع Syphilis تحديدا Gamma of Syphilis ويعني TB والSyphilis انو حروض انو تقريبا كانوا موجودين في شابتر Inflammation في الموديول ده هتاخدوه ان شو الله طيب كازيس نكروز وهيبقى dry هيبقى ناشف مش هيبقى ليكوفايد مش هيبقى سائل لانه احنا قلنا انه هو تبع البارشال ليكوفاكشن تمام بمأندريزيمبلز كريمي تشيزي أو كازين بيبقى شبه الكازين شبه الجبنة الكازين كده او شبه الجبنة الكريمي تمام طيب ميكروسكوبية كل الخلية مفيش اي حاجة من مكونات الخلية بينا مفيش تفاصيل اهي شايفين الجبنة ده كله هوموشنس و استراكتشورلس طيب بيظهر زي ما قلت هوموشنس استراكتشورلس وجرانيولر طيب النوع التالت فات نكروزس بيضة بيضة اللي نعيها وحطينا عليها زبدة حطينا عليها ده ده بيحصل بسبب حاجتين اما انزيماتيك فات نكروزس او الحاجة التانية كانت بسناها ما راح يمكن التروماتيك فات نكروزس نتكلم الاول عن الانزيماتيك فات نكروزس وده بيحصل في حالات الاكيوت هاموراجيك بانكريا تايتس او التهاب البانكرياس واللي بالمناسبة بيكون ألم وحياة جدا يبقى ممكن مع التهاب البانكرياس يحصل لي حاجة اسمها انزيماتيك فات نكروز عشان لما هو ملتهب بيحصل خلف الانزيمات اللي هو بيفريزها تمام فعندي مثلا اول انزيم معايا هو اللايبيز اللايبيز المفروض ان هو اللي بيكسر اللي بيد طيب اللايبيز ده هيروح يهرب من خلايا البانكرياس او من الدكتس بتاعت البانكرياس اللي فرقعت تمام طيب لما هيهرب منهم هيعمل ايه هيروح يهضم الدهون تمام فيكسر السراوندينج او الفاتر اللي حوالي ايه لجليسرول وفاتي اسد انا عارفين ان اللايبيز ده بيكسر الدهون والدهون بتديني جليسرول وفاتي اسد تمام ولكن ولكن الافروض انه في طريقة برو جرامد بتتم داخل الجسم فمش هتعمل لي مشكلة اما في حالة ان انا عندي يهرب ويروح يكسر الدهون من غير محد يقول طيب انا كده بقى عندي ايه بقى عندي جليسرول وفاتي اسد كتير طيب الجليسرول هيعمل ايه الجليسرول هيروح يمتص في الدم وليس هيعمل حاجة مالناش دعوه بالنسبة لالفاتي اسد لا الفاتي اسد مش هيقعد ساكت ده هيروح يتحد مع الكالسيوم ويكونولي حاجة اسمها small opaque white patches هيحصل ايه هيحصل حاجة اسمها التكلس الكالسيوم مع الفاتي اسد هيكونولي بقع بيضة اللي هي دي بقع او بطش بيضة وهتبقى ضل ووباك دي بقى اللي هنسميها ايه هنسميها fat necrosis تكونت بسبب الكالسيوم وال fatty اسد اللي تجمعو مع بعض وبتبقى متحوطة بيه foreign body giant cells و fibroses طيب ايه foreign body giant cell reaction ده احنا عندنا خلاقية في الجسم اكيلا اسمها macrophage هي اللي بتاكل اي حاجة بتأزي الجسم او بنسميها اسم تاني giant cell فهي لما لما هتلاقي بقع او بطش بيضة كده من الكالسيوم الفاتي اسد هي مش تتعرف عليها صح فبالتالي هتبقى عايزة تروح تاكلها فمش هتعرف فهتعمل ايه فهتروح تاكل الحاجات اللي حابريها يبقى الفات نيكروز لسحت الميكروسكوب الخلايا اللي اتأثرت هتبقى ظاهرة كلاودي وتبقى متحوطة بايه foreign body giant cell reaction و fibroses طيب في نوع تاني من الفات نيكروز اسمه traumatic fat نيكروز وده بيبقى بسبب خبطة ان الانسان اتخبط على تروما دي اصلا يعني خبطة اتخبط على جزء من الفات اللي في جسمه فالفات ده اتكسر نتيجة للخبطة وعمل ايه عمل نيكروز طيب زي ما قلت ان هو بيحصل كنتيجة لتروما لالأديبوستشو طيب اشهر مكانين بيحصل فيهم وكمان الدهون اللي هي موجودة تحت الجزء لو اي حاجة فيهم اتقوطت يعني هانتو جعندي traumatic fat نيكروز طيب ليه مقلتش مكان تاني في الجسم هو فيه دهون تانية كتير جوه جسمي اه هو فيه دهون كتير تانية جوه جسمي بس مش هتتعرض لخبطة فبالتالي الفات نيكروز اللي بيحصل فيها بيبقى انزيماتيك تمام traumatic fat وبعدين لقت فجأة فيه ماس عندها فراحت تكشف عن الدكتور فالدكتور ده شخصها بشكل خاطئ وقال لها ان دي cancer breast تمام ولكن راحت الدكتور تاني فقال لها انه لا ده مش cancer breast دفات نيكروز وطرعت جزئة صغيرة وشروها ما علينا يعني مهمة من التروماتيك وبيبقى بسبب ايه بيبقى بسبب خبطة طيب تاني خمس الخلايا اللي تموت دي يكون بسبب ايه لما يبقى موت الخلايا بسبب blockage of venus drainage يعني ايه دلوقتي احنا عارفين ان اي اورجان بيبقى داخله artery داخل ليه artery وخارج منه vein نخلي artery بالأحمر ايه ده أحمر داخله artery اهو وخارج منه vein طيب لو انا قلتلك ان الفين ده انا قفلته انا قفلت الفين فبالتالي artery هيفضل يدخل دم يدخل دم يدخل دم فطيار الدم مستمر عمال كل شوية يجيب دم يجيب دم يجيب دم وما فيش حاجات تخرج دم كتير كتير ده هينتج عندي ايه هينتج عندي hemeridge هيبقى في عندي دم كتير اهو شايفين كله دم دم انه شيء طبيعي اي اورجان زي ما قلتلك بتدخله artery وبتطلع منه فين بيسحب الدم فانت قفلت الفين فبالتالي الدم اللي تراكم كتير تمام ده كده خلصنا ايه hemeridgeic necrosis بيطلع مادة اسمها fibrenogen و وهذا كان يتحول لفايبرين فالفايبرين ده هو اللي بيعمل لي fibrenos necrosis زي ما قلنا ان هو بيبقى في الارتريس في حالات الفاسكولايتس التحاب الفاسكولايتس التحاب الفاسكولايتس لما الفايبرين ده بيبدأ ان هو يترسب في الدمج بيعملي شكل الفايبرين نكروزيس تمام طيب ايه بقى مصير النكروزيس احنا قلنا اسباب النكروزيس في الاول وتعريفها والباسوجينس وقلنا ان احنا عندنا ستة انواع من النكروزيس وشبهناهم بمراحل مختلفة من البيضة تمام او بطرق مختلفة لان احنا نقتل البيضة طيب ايه بقى مصير النكروزيس على حسب حاجة من ثلاثة لو انت عندك منطقة صغيرة بس حصل فيها نكروزيس اريا بسيطة بس هي اللي بازت اللي ماتت اللي هيحصل عندي في خلايا اكيلة في الجسم اسمها ماكروفيش الماكروفيش هتيجي تبلع جزء من اللي حصل فيه نكروزيس هتيجي تبلع بورت طيب والجزء التاني الجزء التاني هنوديلي الباسكت بتاع الجسم اللي هي الليمفاتيك والفينز تمام فبالتالي خلاص احنا شلنا الجزء اللي حصل فيه نكروزيس هو جزء صغير ورحنا مقسمينه لجزءين الجزء راح تواخداء الماكروفيش بلعاه والجزء التاني راميناه في الباسكت راميناه في الليمفاتيكس والفينز بعد كده هيحصل هيحصل هيلينج او هيحصل تعافي الخلية هتبدأ انها تتعافى هيتعافى بطريقة من اتنين يقيمة بالريجن ريشن او بالفايبروزيس ريجن ريشن ده يعني تجدد يعني ايه يعني الخلية هتستبدل بخلية من نفس النوع هتنمو تاني وتتكسر وترجع طبعي طيب بفور ده بقى ان النكروز ده حصل في خلية من الخلية التي لا تنقسم فهنا هيحصل لها هيلينج بحاجة اسمها فايبروزيس يعني الخلية هتبدل به كنك تفتشه تمام طيب لو بقى ان النكروز ده كان لارج اريا كان في منطقة كبيرة هنعمل في ايه هنعزله هنعزله هنروح يمحواطينه بفايبرينوس كابسول تمام وده بقى ممكن يتحول لي ديستروف الكالسيفيكيشن او ان يكون في عندي كتلة كده من الكالسيوم وهتبقى ظاهرة بردو بلون ابيض طيب لو هي بقى كمية كبيرة هنعزلها عن الجسم ونحواطها بفايبرينوس كابسول الحاجة الثالثة بقى ان يحصل جانجرين او غرغرينة وده بتبقى في حالات الماسف نكروزيس لما تبقى منطقة كبيرة جدا حصل فيها نكروزيس فده بتعمل غرغرينة وده بيؤدي البتر بنقطع الطرف اللي حصل فيه النكروزيس دي تمام كده الحمد لله خلصنا النكروزيس نلعب شوية ونوصل قلنا انه لما بنيجي نبص على الخلية تحت المايكروسكوب اللي حصل فيها نكروزيس بنلاحظ شوية تغيرات كده في النيوكليس صح؟ اوه كانوا ايه؟ بيكنوزيس كاريوريسيس كاريولايسيس طيب ما تيبوا نفتكرها بيكنوزيس قلنا بنخض الخلية فبتنكمش فبتبقى ايه؟ بيحصلها شرينكيج تمام طيب كاريوريسيس قلنا كاريو ده يعني ايه؟ يعني نيوكليس واريسيس الشق التاني ده معناه ايه؟ معناه فراجمنتيشن اذا ده هيبقى فراجمنتيشن اوه نيوكليس كاريولايسيس كاريولايسيس ده اللي بيحصل فيه الخلية النيوكليس بتختفي تماما ديسابيرانس اوه نيوكليس تمام؟ طيب اوتولايسيس دي بقى كلمة زيادة يعني يعني يخدها ليك ديجيشن نيوكليس والسايتوبلازم النيوكليس والسايتوبلازم يبدأوا ان هم يدوم نفسهم من اللي اجدعوا بيها مش طبعا اصلا تمام؟ طيب نكمل الكواجلتف نكروزيس الكواجلتف نكروزيس قلنا ان هي بتحصل مع الانفاركشن مع عادة ايه؟ مع عادة البرين انفاركشن طيب الليكوفاكتف نكروزيس قلنا ان هو بيكون مع ايه؟ مع البرين انفاركشن والبيوجينيك ابسس الفات نكروزيس كان فيه الفيميل بريست زينكرز نكروزيس سمعتوا عنها في المحاضرة اصلا؟ لا ما تبصوا لهوش كازييشن نكروزيس دي بتبقى مع التيوبيركلاس ليجن والسفريس طيب الابوبتوزيس بقى كده خلاص خلصنا النيكروزيس اللي قلنا عليه قتل الخلية الابوبتوزبة اللي هو انتحار الخلية هلتخيل ان دي خلية وقفة عادي خلية اللي جسم تلموا عليها ويقولها ايه؟ انت لازم تدمر نفسك لازم تدمر الأوريجنالز بتاعتك لازم تخلصين من عارك فالخلية وقفة عاديت وقعت لهم انا مقدرش عايش انا مستحقش عايش وراحت منتحه شورت سيد ستوري ما عليها تعملش بقى اعلى الابوبتوزيس ونعرف هيحصل في ايه؟ قلنا ان ده خلية تنتحي تمام؟ ونحن هنا هندرس ايه؟ المورفولوجيكال او المورفولوجيكال فاتن اللي حصل بعد موت الخلية دي تمام؟ طيب في النكروزيس قلنا ان عدد كبير من الخلية بيموت وان هي عملية انبروجرامد هنا بقى في الابوبتوز العكس بيبقى سينجل سيل خلية واحدة اللي بتموت او او عدد قليل جدا من الخلية والعملية دي الجسم بيكون منظمها تمام؟ وبتبقى energy dependent يعني هي عملية اكتف بتحتاج طاقة طب ليه بقى بحتاج طاقة عشان اشيل الخلية اللي انا مش عاوزها من جسمي ان هي عملية ببروجرامد تمام؟ ونتخيل يعني انه الخلية بتكلم الخلية اللي حصل لها ابوبتوز بتقولها ايه ده انتي هتموتي طب سلام مع التالكيش انا انا عاوز عايش طيب الابوبتوزز ده زي ما قلنا انه هو عملية ببروجرامد الجسم هو اللي منظمها اذا انا هستنتج انها ممكن تحصل بطريقة بس هي برضو ممكن تحصل بطريقة بسيولوجيكل طيب هتحصل بطريقة بسيولوجيكل ازاي يديني امثل اول حاجة اه اسنان الامبريوجرامد وانت امبريو وانت جنينس وغنون كده جميل اللي حصل ايدك كانت شبهك كتتعاملة شبه ايد البطة طبام ايه فيه في ويبس في ويبس موجودة ما بين سوابعك ايدك كانت شبه ايد البطة فبالتالي ايه اللي حصل اللي حصل انه حصل ابوبتوزيس ليه الويبس اللي موجودة دي سويني حصل ابوبتوزيس للويبس اللي موجودة ما بين ايدك دي وتشاهدت في ايدك الحمد لله ظهرت بالشكل ده تمام يبدأ اول نوع من الفيسيولوجيكل ابوبتوزيس النوع التائب يبقى هورمون ديبنتنت بيعتمل على الهورمونات وده بيحصل في الدورة الشهرية في الفيميلز انو خلاية طنت الرحم بتبدأ انها تتكسر وتتساقط تمام فبتبقى اثناء الدورة الشهرية مش بيكون نزول دم بس لأ بيكون نازل معي خلايا الخلايا اللي هي بتاعت بطنت الرحم لما تهدمت وتكسرت واحصل لها ايه واحصل لها ابوبتوزيس يبقى ده خلاص الفيسيولوجيكل ابوبتوزيس طيب عايزين بقى نشوف الميكانيزم بتاع الابوبتوزيس ده بيحصل ازاي اول حاجة احنا بنعمل استيموليشن للابوبتوزيس ازاي الاستيمولاي اللي هي الاول اصوص اما من هو يكون فيسيولوجيكل او بسيولوجيكل زي ما قلنا وانت صغير جنين كده كان الويبس اللي بنسوابعك اتشالب بطريقة فيسيولوجيكل او اثناء البيريد بيحصل هورمون الاستيموليشن لبطنت الرحم فبالتالي بتبدأ الخلايا دي يحصل لها ايه ابوبتوزيس فاول حاجة في عملية الابوبتوزيس ان يكون فيه استيمولاي طيب هنسيب الابوبتوزيس ده يحصل لوحده هنسيب الخلايا دي تموت كلها لا احنا قلنا انه بيكون عدد محدود من الخلايا او خلية واحدة وان دي عملية بتبقى بروجرامد ازا انا هعمل كنترول ورجيوليشن للابوبتوزيس او هعمله عن طريق ايه عن طريق عيلة من الجينات اسمها بي سي ال تو فاميلي جين وكأن بقى الخلايا عندها شقين شق شردير عمال يقول لها يلا موتي يلا موتي وشق تاني طيب اللي هو ال بي سي ال تو جين الشق الشرعي اللي بيقول لها موتي ده هينجح في ان هو يموت الخلايا اللي احنا مش عايزينها ولكن الشق الطيب ده هينجح في ان هو يحمي باقي الخلايا ويعمل كنترول ورجيوليشن لايه لالابوبتوزيس واخيرا بقى الاكسيكيوشن فيد خلص الخلية اللي احنا عايزينها تموت ماتت وحمينا الخلية بتاعتنا تحصل بقى عملية انضحار الخلية اللي احنا مش عايزينها وده كاريكاتير يعني لالابوبتوزيس نبقى نبص عليه عايزين بقى نشوف المرحوشي لتشينجز بتاعت الابوبتوزيس اولا احنا قلنا ان الخلية ايه حست بالعار في الاول خلص وبالتالي هتنكمش ولا تكبر حاس بالعار لا هتنكمش يبقى يحصل شرينكج للخلية لو فاطرين في النكروز قلنا ان الخلية بيحصلها انلارجمنت طيب هيصد شرينكج الخلية انكمشت اذا الكوروماتين اللي موجود هو نيوكليس هيحصله ايه هيبقى كوندنس هيتجمع على بعض يحصله كوندنسيشن وده هيقدر انه هو يتفتت يحصله كمان ايه فرجمنتشن تمام بعد كده هيحصل رابد بريك دون للخلية الخلية هتتكسر بسرعة فبالتالي هتكون لي ابوبتك باديز الاكسام اللي خارجه من تكسير الخلية يعني الابوبتك باديز دي هيحصلها ايه هيحصلها فيجوسيتوزيس بمين يا اما الاكيلة بتاعت الجسم اللي هي الماكروفيج او الخلية اللي موجودة حواليا الخلية اللي ماتت وكأنها يعني ايه بتداري عرها لو الخلية انتحرت خلاص بقى لما الاكروفيج تاكلها او هات الخلية اللي حواليا تاكلها مش عايزين نجيب لها بواية وقلنا انه هيكون فيه لاكوف انفلاميشن او مش هيكون فيه انفلاميشن اصلا فيه مبروك خلصنا الابوبتوزيس اهم حاجة في الشابتر ده هو الجدول ده المقارنة بين النكروزيس و الابوبتوزيس تحفظوه زي اسمك اولا الاستيميولوي فيه نكروزيس دايما بيكون 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 كمياتي اسكيميائي او كمياتي تحفظوه الطيب الابوبتوزيس بقى ممكن يبقى فيسيولوجيكا وممكن يبقى بيكون بيكون بالنسبة الفخلية في النكروز بيحصل لها enlargement أو swelling وبعدين بيتفرقع أما الأبوبتوزيس الخلية بيحصل لها shrinkage طيب السلممبرين في النكروزيس ما بيبقاش قادر أحدده بيبقى indistinct طيب في النكروزيس بيكون لي حاجة اسمها بليبس تمام بليبس يعني إيه بليبس؟ يعني بيبقى عامل كده بعد كده الممبرين الممبرين الآن بيحوط الcytoplasmic bodies تمام؟ طيب النيوكليس بقى زي ما قلنا في النكروز بيحصل لها ايه؟ الثلاث حاجات اللي غنيناه مع بعض pycnosis, scaryosis, scaryolysis طيب في الأبوبتوز بقى النيوكليس بيحصل لها ايه؟ بيحصل chromatin condensation و fragmentation طيب الأورجنلز بتاعة النكروز هتحصل لها break down وإلى أبوبتوز هتحصل لها aggregation وآخر حاجة الinflammation هيبقى موجود في النكروز ومش موجود في الأبوبتوز الحمد لله خلصنا الشابتر على خير الحمد لله على السلامة مقدر واللطف نحل بقى مع بعض شوية بيقول لي ايه؟ program the celdus is called apoptosis تمام؟ اللي هو الموتر المنظم من الخلايا بيبقى ايه؟ apoptosis طيب السؤال لبعده الأبوبتوز بيختلف علي النكروز في كل اللي جاي ده معادة it is an irreversible cell injury كلهم هما الاثنين irreversible it is programmed by the cell or apoptosis programmed it is this of single cell or apoptosis ايه؟ 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 يبقى الثلاثة دول اختلافات بتفرق لي ما بين الابوبتوز والنكروز الوحد فيهم اللي مش اختلاف انه هما انه هو irreversible ليه؟ لان الابوبتوز والنكروز هما الاثنين irreversible طيب السؤال لبعده كده بيقول لي المورفولوجيك اتشينجس النكروز بتشمل ايه؟ damage of the membrane صح carioresis صح pycnosis صح cariolisis صح olive the above olive the above طيب بعد كده بيقول لي coagulative نكروزيس بيحصل في كل اللي جايين دول معادة ايه؟ بيحصل في الكدني او بيحصل في الهارد او بيحصل في الاسبلين او بيحصل في ال central nervous system او كاكاوة ليه؟ عشان قلنا ان القائل مثل النكروزيس ده كان بيحصل مع حالات الانفاربشن معادة brain and spinal cord والbrain and spinal cord دول ايه؟ central nervous system بدي الاجابة الصح السؤال الاخر بيقول لي lequivactive necrosis occurs in lequivactive kidney لا heart لا centers of pyogenic abscess او الكوفاكتف قلنا بيحصل في الpyogenic abscess وبيحصل كمان في ايه؟ في brain and spinal cord طيب بيقول لي ايه؟ the following inflammation lead to fat necrosis دول بيعملوا fat necrosis اه مين في دول قصدي؟ بيعمل fat necrosis طبعا ايه؟ البانكرياتيتس طبعا شرحنا المكانيزة الأبوبتوزز بيحصل في كل الحالات دي ما عدا بيحصل أثناء الـ صح بيحصل في بعض الفيسيوليجيكا الكنديشن صح في الـ في الـ في الـ صح في الـ فاتي تشينج يعني ايه؟ فاتي تشينج؟ تشينج اف بورتين انتو فات؟ لا الـ فات وزن برينكومتا السيلز؟ صح طيب بعد كده the common site of fatty change هو مين؟ اخرى كان بيحصل فيه فاتي تشينج؟ الليفر عشان ده كان اكتر مكان مرتبط بعملية الفات ميتابولنز صح وغلب بقى بيقولي apoptosis and necrosis have the same meaning؟ لا طبعا اما احنا قسمناهم ليه؟ طيب apoptosis that programmed to sell this؟ صح طيب طيب بيقولي apoptosis may occur as a physiological؟ صح ممكن ايه سكى physiological in necrosis the salman brain means intact؟ ال salman brain بيبقى intact؟ لا ال salman brain بيبقى indistinct غلط infarction of the central nervous system is red infarction صح ولا غلط؟ غلط ليه ما بيبقى straight infarction؟ عشان احنا قولنا ان هو بيبقى ايه؟ بيبقى ايه؟ بيبقى ايه بيقى فيه سوائل كتير جوه فده بيبقى liquified طيب السؤال اللي بعد كده infarction of the central nervous system of type of liquefactive necrosis due to high fat content صح كويبها تحتها fat necrosis of care in the mental fat in case of acute pancreatitis due to action of proteolytic enzymes ايوه صح بعد كده بيقولي deceneration is a reversible process صح؟ هو ايه الديجنريشن ده؟ عشان مكنت بيقولك عام الـ 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 هيدروبك change او هيدروبك ديجنريشن فالـ الـ 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 لا طبعا عشان قلت ان هو الـ 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 ايوه صح؟ ايوه صح بس كده تم بحمد الله للإجابات ان شاء الله يعني أكون حاولت أبسط لك الدنيا وأختصرها على قد ماضر يعني هي كانت مشروحة في الدور الأول الفيديو ده حوالي ساعتين كان عنا فيديوهين ساعتين فالحمد لله بين 55 دقيقة فده إنجاز يعني طبعا لو حتكتوا حاجة ابعتولنا عن الجروب بتاع الموديول الرابع ابعتولي يعني لو حابين وربنا وفقكم يا رب وعاوز أقول لكم إن ده مش نهاية الطريق لأ احنا لسه في البداية نقدر عادي جدا إن احنا نعدي نقدر نخرج بأقل الخسائر يعني إن شاء الله وفتكروا إن الله لا يعطي أصعب معاركو إلا لأقوى جندو فانتم أقوى جندو واختاركم لحرب زي دي علشان أنتوا قداءوا إن شاء الله وإن شاء الله مش هتستسلموا وإحنا معاكم وفضرقوا على طول لو حسيتوا إن انتوا منطفيين أو حمسكوا قل أو فقدتوا شغف كلمونا متتبوش نفسكم لوحدكم بس يعني بالتوفيق إن شاء الله